اشتركوا في القناة مباراة مهمة لان مباراة الاهلي وامبي دايما ما تشهد ندية خاصة لو كان بيقود الفريق البترولي مدير فن كبير بحجم الكابتن حلمي طولان اللي دائما وابدا بيجيد اللعب امام الكبار مباراة النهاردة مهمة جدا للنادي الاهلي لان قيمة الفريق بتضم مجموعة كبيرة من الناشئين او الصعدين يتمنى الجماهير انها تراهم وتطمن على مستوهم خاصة ان بعضهم ينضم الاول مرة زي محمد مغربي وشادي ردوان وفارس طارق ومن قبلهم شفنا عربي بدر ومحمد فخري ومحمد شكري ومصطفى شبير وكمان الجماهير عايزة تطمن على نجوم الفريق في البروفا لقبل الاخيرة قبل مباراة الوداد المغربي في زهاب نص النهائي دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله هتقام يوم 17 اكتوبر كمان مباراة النهاردة هتلاقي فيها ندية لان انبي وان كان هو بعيد عن منطقة الخطر لكنه بيدخل اللقاء في المركز الخامس برسيد 45 نقطة ويسعى لتحسين مركزه ومطارد المؤولين العرب على المركز الرابع او على الاقل لاحتفاظ بالمركز الخامس حنرحف بالديوفنا على طول النهاردة نجوم للستوديو التحليلي كابتننا الموهوب كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بك اهلا بك ايك كابتننا الكبير كابتن قسامة العرابي منورنا اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك والمتقلق دائما كابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بك اهلا بك كابتن والكبير دائما كابتن محمد يوسف اهلا وسهلا بك اهلا بك كابتن منورنا النهاردة كابتن علاء تحدي جديد للنادي الأهلي وبالرغم من بعض الغيابات إلى أن الأهلي متعود على الفوز دائما وفي طبعا مجموعة كبيرة من النشئين النهاردة ومجموعة كبيرة من الإصابات غايبين عن النادي الأهلي بسببها إنما برضو الأهلي حيث على الفوز أكيد النهاردة ده أكيد إنه مبدأ واحد مبدأ نبتلع بتاعة نقاط تحت أي ظروف في إصابات في غيابات في النهاردة ممكن تلاقي بتشكيل بعض العناصر الجديدة لكن في الآخر انت لعبتها اتنقاط دي حاجة منتهية ده ما من ايمن مغد النظر على الفريق المنافس لكن انت بتاع اتنقاط المنافس النهاردة زي ما تفضلت وقلت في الانترون هو منافس قوي ده مبارات الاهل وامبي من زمان جدا مبارات ده ما فيها ندية فيها قوة كابتن حلمه طولهم بيعرف فيه لعبة الدهان فرق كبيرة كويس قوي لكن على الجانب الآخر مستر ميسماني النهاردة برضو هتلاقي بيشوف حاجات جديدة النهاردة ممكن تراحي جديد النهاردة في التشكيل على اساس برضو بيشوف بعض العناصر ان هو كل مشكلة الوقت يا ما تشوف التشكيل وكل مشكلة كل قلم حتى من المؤتمر اللي فات الاصابات هو كل قلم والاصابات يعني في ناقص مباراتين ان شاء الله النهاردة وبيناميس وعلى ان شاء الله المورال اهم لكن هو عايز يخلص مباراتين دول مفيش اصابات يعني ده يدي امنيت الوحيدة مفيش اصابات طبع النهاردة بيلا بعتهت نقاط تضحق ان شاء الله النهاردة مع شكل واداء كويس وهو اكيد النهاردة برضو هتلاقي هو عامل حاجة جديدة ده متوقع على فكرة هو خلاص من مبارات صابقة هو بدأ بهو المسؤول رسمي ما خدش وقت زي ما تفعلنا كلها في السوديو ان الرفاهية الوقت مش موجودة عندك فهو بسرعة او بيتستحيط هو بيسابق الزمن زي بيقوله عايز يوصل للشكل والاداء اللي ان شاء الله يبقى به مع الودات فهو انت قصدك المسؤول جوى الملع لان طبعا هو اعتقد ان هو ما يعرفش كتير من نشئين دول لا لكن اكيد اصلا بايما اللي يشوف مثل المرسمانية من مبارات صادقة تحس ان هو الراجل خلال اليوم او اليوم النص دول شاف كل بدأ يشوف كل حاجة حتى بيسأل اكيد كابتن سامي كابتن سامي دي له كرة تقارير على المصابين وعلى الغيابات على النشئين ممكن يستغيل دائمتة ودائمتة فبعدين هو الحاجة الحلوة ان هو الدوري منتهي تماما فحيط ان هو يجرب حاجة دي مفيش اي ضغوط فيها مفيش مشكلة فيها خالص كابتن سامي في ظل الغيابات اللي النادي الاهلي بيتأثر عليه طبعا في بعض الوقات طبعا وخصوة ان احنا شوفنا بسا الماتش اللي فات نحى الشمال غياب علي معلول اثر يعني جامد شوية من نحى الهجومية على الاهلي النهاردة النادي الاهلي يلعب ازاي بداية النادي الاهلي احنا معنا التشكيل معنا التشكيل حنقوله ولكن قبل ما نقوله انا عايز اخد يعني رأيك فيه اولا مستر موسماني انت مبتش معنا للستوديو الفات هو الراجل اللي كلم بوقعية جدا في المؤتمر الصحفي وكلم كأنه قاعد في النادي الاهلي مثلا بقى له فترة وكان تركيزك منصب بكله على ماتش الوداد ولكن هو الوقت صعب جدا بالنسبة للمستر موسماني يعني فيه لعيبة بعيدة فيه لعيبة مصابة فيه لعيبة هو قال انا عايز احافظ عليها بدل ما يحصل لها حاجة علشان ماتش الوداد قرر اعتقد فيه صعوبة في المهمة المستر موسماني في فترة دي ما فيش شك في كده هو طبعا مدير فني كبير لانه واخد مدودة ابطال افريقيا واخد خمسة دوري مع ساند هونز قاعد مدة طويلة في فرقة واحدة بتقدم ادأش جيد جدا كلنا شفناه في معظم مبارات اللي لعبوها لكن الوقت زي ما انت بتقول مهم جدا بالنسبة له المهمة الاولى اللي هو مركز عليها اكيد مبارات الوداد لانه الدور العام انتهى والنادي الاهلي واخده صحيح كل مباراة برضو بالنسبة لنادي الاهلي مهمة وعايز يحقق انجاز انه يبقى اقل عدد مبارات من الهزائم مكسب كبير سكور كبير كل دي اهداف ولكن الهدف المهم بالنسبة للمستر موسماني دلوقتي هو بطولة افريقيا لكل جماير النادي الاهلي مستنيها لكن هو التلات مبارات اللي هيلعبهم اللي هم لعب مبارات المقاولين ثم امبي ثم بيراميز مهما هو كان شاف في رئيط الاهلي قدامه في مواجهات مباشرة ولكن احساسه باللعيبة لما يتعامل معهم عن قرب ويبقى قريب منهم احساس بيبقى مختلف بتبقى انت عارف اللعيبة وامكانياتها ولكن لما بتتعامل شخصيا معهم لما بتتعامل معهم في الملعب في التدريبات بتبقى الامور مختلفة شوية فكل ده هو عايز يكتشفه في الثلاث مبارات دولة على اساس انه مع المعلومات اللي عنده قبل كده في مواجهات النادي الاهلي يبقى واقعيا في خلال اتناشر يوم قدر يلم لحد ما الفرقة تحت إيده يعني الناس المؤسرة بس هو أكيد عنده تصور ولو حتى بنسبة تسعين في المئة طبعا عن طريق التشكيل طريق اللعب والتشكيل طبعا هو بص أي مدير فني بيجي فرقة جديدة فيه تلات او اربع حاجات بيركز عليه أولا هو لعب قدام النادي الاهلي مصبور وفي البطولة دي او في دور المجبوعات كان موجود مع النادي الاهلي او في قصدي في المباراة اللي هي اللي فاتت الاهلي كسبها اتنين في افريقيا وهنا اتنين في جنوب افريقيا وهنا هنا اتنين وتعالي هناك واحد 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 ايوان اكيد عنده التشكيل بتاع النادي الاهلي وعارف انه التشكيل ده طالما لعب يبقى بيدم على الأقل تسعين في المئة من العناصر الأساسية اللي هو التشكيل اللعب قدام وعلى الأقل يبقى تسعين في المئة من العناصر الأساسية لكن بيجيلوا برضو تقرير باللعابة اللي لعبة عدد مباريات مشاركتها وهو دي بتبين لك مين الاساسي ومين الاحتياط عدد مين البكرية اللعب اساسي عموما عموما كابتن قسامة ممكن نقول التشكيل اه تفضل ماذا هيبقى في حلاص المار مع علي لطفي و جيالنا كده وحمدي فتحي في القلب وايمن أشرف ناحية الشمال مش عارف اذا كان ده هيبقى صح ولا في اتنين في اه قدام الاربعة عربي بدر وقاليو ديانج قدامهم ثلاثة حسين الشحات وليد سليمان جونيور أجييه وقدام راس حرب واحد مروان محصن هنقوله مرة تانية برضو علي لطفي احمد فتحي حمد هاني حمدي فتحي ايمن أشرف عربي بدر اليو ديانج حسين الشحات وليد سليمان بادئ النهاردة جونيور أجييه مروان محصن البودلاء محمود كهربا صالح جمعة عمر السلية مجدي أفشة شادي رضوان محمد المغربي حمد شكري حمد فخري مصطفى شبير طبعا التشكيل كده فيه تغييرات كتيرة مش ده الاساس اللي هلعب به في النمطش الوداد وهوضح طبعا بيجرب بعض العناصر زي ما انت قلت بيريح بعض العناصر المؤسرة اللي لعبت كتير حتى هو بالنسباله شاف مجموعة المباراة اللي فاتت زي كهربا زي أفشة النهاردة بيبدأ بناس تانية بيبدأ بجونيور أجيه بيبدأ بوليد سليمان مريح عمر السلية فهو بيعمل تبديل وتوافيق على أساس أنه ياخد إحساس بالمجموعة كلها قبل مباراة الوداد لكن طبعا التشكيل بتاع النهاردة ده تشكيل استثنائي لزي ما قلنا لراحة بعض اللاعبين لغيابات زي ياسر إبراهيم بإنزارات لصفر واحد زي معلول ففي حاجات كتيرة متغيرة لكن زي عم بنقول إنه 90% من التشكيل اللي هو يواجه بالوداد أكيد أكيد تتصوره حصل دلوقتي تغيير أو دون التشكيل الصح دلوقتي بص عربي بدر حيلعب نحية اليمين وحيلعب اتنين في النص محمد هاني في القلب يعني محمد هاني وأيمن أشرف وأحمد فاتح حيلعب نحية الشمال نقولها ثاني عربي بدر نحية اليمين ويه محمد هاني وأيمن أشرف في القلب وأحمد فاتح نحية الشمال وحمد فاتح هو اللي هيلعب جنب أليو ديانج هو كده بيفكر في ماتش الوداد ليه هو الطبيعي لو التشكيلة الطبيعية هيبقى محمد هاني بكيمين وفاتح شمال وممكن يحط فاتح جنب آآ أيمن أشرف حمد فاتح آآ حمد فاتح جنب آيمن أشرف لكن هو ممكن يكون بيجرب هاني جنب في العمق جنب آآ 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 أشرف على أساس أنه ممكن يحتاج لده في مباراة الوداد لأنه نحن عارفين أنه ما فيش لغير السردماك الأساسي أو قلب الدفاع الأساسي اللي مع آآ آآ هو ياسر إبراهيم فدلوقتي عندك ممكن يا هاني يا فاتح يا حمد فاتح أحياناً كان بلعب في قلب بتفعل فكرة فهو ممكن يكون بيجرب هاني هو خلاص حافز هاني ناحية اليمين وعارف أنه ده الزهير الأيمن هو وحمد فاتح الأساسيين بتوعني بالآله فممكن هو بيحطوا النهاردة في العمق عشان يشوفوا جنب أعتقد هو ده التصور بتاعه أن يحطوا جنب أيمن أشرف يشوفوا في المكان ده وضعوا إلى ويحتاجوا أي طبعاً هنوصل كلامنا مع نجومنا الكبار ولكن نرحب بيكم مرة تانية يا عزيزي المشاهدين وكنا بنتكلم على تشكيل النادي الأهلي وكابتن محمد عربي بدر ناحية اليمين وانت قلتلي قبل استوديو أنه هو بيلعب في نص المرع وأحمد فاتح ناحية الشمال بصة كابتن هو طبعاً الدفع بعربي بدر طبعاً دي نقطة إيجابية جداً يعني إحنا كلنا حتى مبسطين وكنا بنتكلم في استوديوات قبل كده أن الدورة حسم من سبع لقاءات قبل النهاية بسبع لقاءات أو مباريات فكنا بنتمنى أن يتم الدفع بعدد من قطاع النشئين وطبعاً مسلماني مؤخراً طبعاً لما جاء طلع شكري أو شكري كان موجود طلع المغربي وطلع شادر أدوان يعني زود كمان العدد بتاع النشئين اللي طلعوا مع الفريق الأول وده نقطة إيجابية جداً نهارده أن يبتدي بعربي بدر أنا شايف أنها خطوة إيجابية لكن في نفس الوقت نتمنى أن يحطه في مكانه ليه؟ أنت لما بتيجي تدفع بناشئ والأول مرة هيلعب مع الفريق الأول وبيبدأ مبارات قيلة يعني برضو خلينا نعترف أن ترتيبه الخامس في الدوري مع الكابتن حلمي عمل طفرة كويس فيستحسن وتعامل يعني عمل غيابات يعني أو عندك غيابات كتيرة عندك توافيق وتبديل كتيرة حتى في المراكز يعني محمد هاني مش مركزه مدخله جوه وهكذا أنا أفضل أن عربي بدر في أول لقاء لي يلعب في مكانه يلعب في المكان اللي هو حفظه اللي هو لعب فيك في طعناشئين هو أكيد اللي اتمرم به اللي اتمرم مع الفريق الأول بقاله فترة في نفس المركز ده عشان حتى تسهل عليه عنده رهبة طبعا أكيد يبقى عنده رهبة من أول مباراة رسمية مع الفريق الأول حسية اللقاء برضو الناد الآلي دايما بلعب على المكسب كل الحاجات دي في أقويل طبعا بتتقال أن عربي بدر يلعب ناحية مين لكن أنا شايف أنسب حاجة أنسب حاجة أنه أحمد فتح يلعب في مكانه اللي هو ناحية الشمال اللي لعب فيه الماتش اللي فات أحمد فتح اللعب قبل كده باكليفت في بعض المباريات اللي كان بيغيب فيها أو يعني فيه غيابات فيها أدى باكليفت لعب مباراة لفات ولعب مباراة لفات ومع المنتخب لعب مع المنتخب في إحدى المباريات تقريبا أيام قبل ما ييجي كابتن حسين بادري خلاص اللي أنا عايز أقوله أن عندك حمدي فتحي وأيمن أشرف سوري محمد هاني يبقى في مكان باكريت وأحمد فتحي باكليفت والتين اللي في القلب يبقى موجود حمدي فتحي وأيمن أشرف خلاص كده وعندك عربي يبقى هو وقاليو ديانج فوسط الملعب ده شكل منطقي لكن لكن فيه فيه توليفة تانية ممكن طيب ممكن نتكلم في التوليفة تانية بعد ما نروح للمرسليننا في الملعب بعد يزدك محمد ماسي هنروح لزميلنا شريف شعبان ومحمد توفيق من ملعب وراء شريف ايه آخر أخبار عندك مساء الخير تحدي لك كابتن أيمن ولديوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان يمكن من سمع كلامكم في الستوديو وممكن الأقرب زي ما كابتن محمد يوسف كان بيتكلم في ناحية اللي مين هيكون العربي بدري كان في تعليمات من مستر مسماني ليه كتير في الوقفة في الدفاع بالأخص ويمكن إدى تكلفات لحسين الشحات أن يتحرك ويعمل التفاهم بينه وبين العربي بدري فخلاص يمكن حوث ما تنبرح في تابرين تنبرح أن العربي هيلعب بقريت قدامه حسين الشحات يمكن أجواء الأهلي وصل فيه السادسة والنصف مساء يمكن مسماني أو لما نزل الملعب كان مبهر جدا بالملعب يمكن جهازه عجبهم جدا الصور اللي فيه ممرات الصور لعبي النادي الأهلي يمكن كان حريسي يلتقط الصور الشخصية هو جهازه خلف صور نجوم لعبي النادي الأهلي طبعا النهاردة تحكمين الحكم محمد يوسف هيكون حكم ساحة يمكن وصل الساعة السادسة والرب يمكن دي أجواءنا في ملعب الأهلي والسلام اللي مباراة تكون في ألسامنا مساء خلينا أقول لك الخط الأمامي حسين الشحاة ناحية المين وليد سلمان مركز 10 أجيين ناحية الشمال وطبعا مراوة محسن في الأمام دي ككل أجواءنا من استادي الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون الأهلي النهاردة قادر على الفوز على فريق أمبي والحصول على سلاس نقاط جداد تضاف الرصيد وعود لك من جديد كابتن أيمن نتفضل بإذن الله إن شاء الله كل التوفيئ للنادي الأهلي ومن شريف هنروح لزميلنا العزيز محمد توفي ويكلمنا على آخر الأجواء في أمبي سهل الخير لكابتن أيمن براحة بحضرتك ونجوم للستوديو التحليل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان تتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الدور العام المصري ومباراة أمبي والنادي الأهلي في إطال مباراة الأسبوع الثاني والثلاثين يمكن المباراة هنا الأجواء أكثر من رائعة في سنة هو كده في الملعب هتبقى مع الفريق اللي بيلعب على يسار المقصورة لكن الأجواء بشكل عام أرضية الملعب كل شيء إن شاء الله يبشر إن احنا هنشوف مباراة كبيرة بين ناديين الكبار يمكن نكلم بقى عن أجواء نادي يمكن نادي يمكن نادي ساعة السادسة كان لها حديث مع كابتن حلم طوله قبل دخوله الغرة في الملابس قال نحن النهاردة بنلعب كويسة في المباريات المقبلة سواء النادي الأهلي أو المباريات أو المطبقاتين بحيث لو فيه فرصة يبقى فيه أمل على المركز الرابع مع الماولين العرب يمكن نادي النهاردة بلعب بتشكيله أساسي باستثناء غياب محمد شيف يمكن أبرز الغيابات محمود غالي الإصابة عمرو حسين حرس المرمى ومحمد شريف اللي بند الأعارة من النادي الأهلي بينصها العدم مشاركة وقتها أمام النادي الأهلي يمكن محمد شريف انتهز الفرصة واخذ إذن زي ما كابتن حمود قال لي أخذ إذن منه ودخل عشة الزوجية بنبريك ونتمنى لرب تكون بداية الحياة سعيدة وموفقة لي في الفترة الجاية دي كل الأجوية أنا كابتن منطقي جدا إن محمد هاني يبقى باكرايت وفتحي هو اللي يروح ناحت شمال زي ما أنت قلت كده شوفنا المطش اللي فات باكليفت وأيضا لعب مع كوبر برضو بعض المباريات في إصابة عبشافي كان هو باكليفت فعنده خبرات كامل خبرات اللي عند أحمد فتحي هتسمح ويتعامل مع مركز زهير أيصر أكتر من عربي بدري لو أنت حطيته كأول مباراة رسمية وتحطه في مركز البكرية أما في معادة ذلك المراكز كلها منطقية جدا جنيل أجريح سين الشحات أتمنى يمكن ثلاث مباراة التوالي يبدأ ودي حاجة كويسة جدا كنت أتمنى أشوف كهربا برضو النهاردة لكن لا سوري مش كهربا وليس سليمان كمان هي النقطة اللي عايز أتمنى وليس سليمان من الإيجابيات هو وحسين الشحات كل الأوراق دي مهمة جدا أنها تجهز أنها تاخد تسعين دقيقة كاملة عشان يوم سبعتاشر لما تيجي تلعب قدام الوداد يبقى عندك أوراق تقدر تقارن ما تبقاش محدود في الفكر بتاعك أنك عايز تحط فلان أو علان لما تيجي تفكر مثلا وليس سليمان لا أصله بقاله فترة ما بيدمش طب حسين أصله بقاله فترة لكن لما يبقى قدامك ورق متاح هتقدر تختار وحتى اللي مش هيبقى في البداية ممكن يبقى ورقة معاك قوية جدا لأن مهم جدا المبرات الكبيرة دي يبقى معاك ورق بيؤثر مش مجرد بودلق وغير وخلاص لما يبقى معاك ثلاثة اربعة خمسة تقال على الدكة أسامي تقدر تحدث تغيير في الملعب أين كان متطلباتك عايز تستحوز عايز تهدي الدنيا عايز تعمل فعالية هجومية متأخر بهدف أو متعادل أين كان اتمنى بس ربنا بعد عنهم من الصباح بإذن الله معاناة تشكيل امبي محمود جاد لحراسة المرمى علي فوزي ناحية اليمين في القلب رامي صابري بسامة جلال ناحية الشمال كريم فؤاد ثلاثة قدامهم حميد ماو محمد رزق عبد الرحمن عامر قدامهم اتنين تونيا ديليو محمود قعود أحمد علي مرة تانية محمود جاد علي فوزي رامي صابري بسامة جلال كريم فؤاد عبد الرحمن عامر محمد رزق حميد ماو محمود قعود تونيا ديليو وقدام أحمد علي كابتن عادل احنا لسه طبعا من يمكن من قل من شهرين كان الاهلي وامبي بيلعبه بس هي كانت مرة مؤجلة من الدور الأولاني وإحنا كلنا عارفين أسلوب الكابتن حلمي طلعنا هو على الورق هنا بيلعب أربعة ثلاثة اتنين واحد لكن اعتقد في الملعب بيتبقى أربعة ثلاثة ثلاثة صح هي هو هي بتبقى أربعة ثلاثة اتنين واحد بس بتبقى ديب شوية هو بيبدأ بيلعب من تحت بيلعب من نص من كمان من تحت الدايرة بتبقى بينا يعني بتبقى أربعة خمسة واحد بيبقى شكلها أربعة خمسة واحد ودي الطريقة المعتادة لكابتن حلمي وأعتقد من كابتن حلمي لو احنا هنيجي نصنف المدربين من اول السيزن كابتن حلمي اعتقد مسك انبي بعد المباراة الخمسة او ستة وعمل بيهم انا شايف ان هو عمل بيه انجاز يعني لو جينا نختار احسن من احسن مدربين السيزن ده لازم تحط كابتن حلمي في الحسبان مع مدربين كتير ولكن انا شايف مقدمتهم كابتن حلمي ان هو اخد الفريق في مركز متأخر جدا وفضل يشتغل بيهم فترة طويلة لغاية ما وصل لمنطقة الامان وفي حاجة حسب له انا عجباني ان هو حتى بعد ما وصل لمنطقة الامان ما حاولش يعني يعني زي ما بيقوله ايه يغير برضو كتير مش ما بيروحش ما بيروحش للريزك قوي هو عارف امكانات لعبته عارف ان لعبته احسن حاجة بتقديها ايه بيشتغل عليها احيانا بيحاول لعب كرة من تحت احيانا مش طول الوقت ولكن هو عارف امكانات لعبته بيشتغل عليهم كواس جدا بيشتغل في الامان جدا وانا شايف ان هو من احسن الفرق اللي قدت الفترة اللي فاتت ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا وما كذبه برضو ماتشاط اه بالصبر فرعا عندها صبر جدا كابتن حلمي الزرع على الصبر في فرقة امبي الماتشاط قبل كده قبلها كانت ماتشاط رايح جاي ممكن اي حد يكسب ممكن اي حد يعني اي ماتشاط امبي عاني متعافش ميلا هيكسب. ايه. دلوقتي الامور شوية فيها سبات فيها فيها توازن دفاعي بشكل كويس. اه بيشتغل على السرعات اه نجح محمد شريف انا شايف برضو ان كابتن حلمي من الناس اللي ابرازوا شكل محمد شريف بشكل كويس جدا خلق له تلاتين اربعين متر بيجري فيهم بشكل كويس جدا اه اللعبة اللي موجودة اه بتلعب كتيم ما بتلعبش كافراد قبل كده امبي شوية بيشتغل. ومعانا ملخص ماتش الاهلي وامبي او على الشاشة. اه. لو مبارة الدور اول اللي احنا لسه لعبنا من شهرين. اولي مش هتغير كتير. يعني فرقة احنا الاهلي هو اللي هتغير شوية الافراد متغيرة. اي. ولكن فرقة امبي هي هي نفس الطريقة. الكرة دي كرة مكررة على امبي من من سنين طويلة جدا. اي. اه بحكم اللعيبة الارتكاء اللعيبة قلبها الدفاع اللي في امبي. لعيبة كويسة جدا بيفكر كواس جدا ولكن والكرة قدامهم. ام. والكرة في دهرهم عندهم مشكلة. وقبالك دي مش عند امبي بس عند معظم فرق الدولي ولكن امبي عشان بيفكروا اكتر بيحاول الاتنين المساكين بيبقى فيه توقع اكتر. فبيبقى فيه اه مساحة مسافة كبيرة وراهم. فدي اعتقد هي دي دي كرة الاساسية اللي اي فرق اي حد هلاق بامبي هشتغل عليها. حاجات اللي في دهر الدفنس. حتى المجارات الاوانية عادنا نتكلم قلنا امبي هيجي في جون في كرة في دهر الدفنس. صحيح. والده اللي حصل من كرة محمد هاني. صحيح. هم مميزين جدا في الكوار قدامهم. شغل عليها بشكل كويس جدا. اه عناصر مميزة. مباراة مش تبقى سهلة على النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي اه عنده حلول ولكن اتمنى ان ما يكونش فيه تغيير كتير في التشكيل. كنت اتمنى ان حمدي فتح بالنفس اللي موجودة. اه بس عربي. عربي العيب كويس كل حاجة. لكن ممكن اشيله وحطه مكانه شكري. وبدل ما اكتر الاماكن اللي تغييرت في الملعب. يبقى عندي مكانين بس هم اللي فيهم اللي عندي فيهم التغيير اللي هو شكري. هجيب علي معلومة حطه مكان شكري. وهجيب مساك حطه مكان فتحي اوهاني على حسب انت عايس لعب مين فيهم. هيرجع لك كياسر. فبالتالي يبقى ايمن عشرة في مكانه. فتحي اوهاني هو اللي هيلعب ناحية المين في مكانه. وبيت الفرقة في مكانها. حمدي ووديانج. وحسين ووليد سليمان. يعني كمان لازم ناخد بالنا من حتة. عاي لطفي كمان. عاي لطفي بقى له فترة طويلة ما بيشاركش. محتاج الناس اللي قدامه تبقى حافظة اماكنها اكتر. تبقى موجودة في مكانها مش محتاج التغييرات كتير. عاي لطفي برضو انت محتاج ان انت معنويا تدعمه الفترة دي بشكل كويس. علي جول جول كبير جول محترم. قبل ما ييجي نادي الاهلي كان بيقدي بشكل كويس جدا مع امبي ومن الجوال المحترمة جدا. كان موجود في معا في كاس عالم من الشباب اه مع كتنهاني رمزي وبعد كده بدأ يشتغل في امبي بشكل كويس وكان رقم واحد. بس البعد عن الملعب دي اصدقى. ده طبيعي جدا لو جينا بصنا. اعتقد ان هو كان بلعب في امبي يعني على ابو جابل متهيقل صح? لا بس هو ابو جابل وعامر. كانوا بيت. اه. بس مين كان رقم واحد? ما كان ما كنتش تعرف. كانوا بيتماو بوس اه. فترة عالي هو ورقم واحد. ايه. وبعد كده تلاقي ابو جابل. وبعد كده تلاقي مهدي. وبعد كده تلاقي عامر. لو جيب بصت للجوان الدوري هم دل اربع اربع حراس مرمى. اربع مميزين دلوقتي. مصنفين جدا. يعني ابو جابل في الزمالك. صحيح. ومهدي. 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 ومهدي كبير. وعامر. لو جيت عالي لطفي ما يقلش حاجة عن عن الحراس دي. ولكن هو محتاج ياخد وقت اكتر. وخلينا نتفق ان كل اللجوان المميزة. الحضري بقى مميز جدا بعد تلاتين سنة. الشناوي بقى مميز قوي في داخل تلاتين سنة. فحراس المرمى محتاج كم موشاك كتيرة. ومحتاج خبرات كتيرة. فمحتاج ان انت تقف معه ودعمه تبدي له موشاك كتير. فانا اتمنى ان الاهلي يقدي بشكل كويس. وتمنى ان يكونش فيه تغلاف تشكيل قوي يعني. بازني العرب الان. هنروح لفاصل من بعض ونواصل حديثنا مع نجومنا الكبار. انتظرون. راح بيكم مرة تانية يا عزائي المشاهدين. كابتن علاء. الكابتن حلمي. يمكن كان لينا يلقاه معاه هنا. وكان بيقول ان هو. امنيته كان بعد الكورونا. ان فرقته تقعد في الدرجة الممتازة. يمكن انا قلت له انت مبالغ شوية. لي لا لا. ده تقريبا معظم الفرقة عايزة كان. كويس. بس هو يعني كان الكابتن حلمي كان ايه يعني مبالغ شوية فيها. هو دلوقتي وصل للمركز الخامس واعتقد ان هو عايز يحافظ على المركز الخامس. هل النهاردة في بداية المباراة كان الكابتن عادل يقال لك هو طول عمره بيلعب التحافظ. وصم مع الفرقة الكبيرة. كويس. هل ممكن يغامر ويبتدي هاجم? لا. برضو. كل مديل فني عامل ليه طباع في لعبه. ما بيعرفش ما يطبع خلاص ما بتغيرش. كابتن حلم معروف مع الفرقة الكبيرة. متحفز جدا جدا. مش عايز يستقبل هدف دايما. دايما بيبهو رد الفعل. لو تعادل مش وعش. كسب يبقى عمل مجاز كويس. لكن النهاردة استحالها جاذب ضد الناد الآله. حتى في وجود التشكيل اللي يعني الى حد كبير فيه تغيير بعض البعض الاماكن. لكن هو هيبدأ نفس طريقة لعبه. متحفز كويس قوي. قفل نص الملعب كويس قوي. بيعتمد على اطراف. ممكن عالي فوز لعب كويس. وهو دايما بيعتمد على في الناحة الهجومية. بيعتمد على احمد عالي طبعا مشاكس. والعيب في اللغة تبكور مولي عليه. يعني العيب سعيل قوي. اه انت لقد محبود خعود. لكن كل ده هو دايما هيستنى تهتعمل ايه يا ايما? ويبدأ ايه لعبارات الفعل بتاعتك. لكن هو من الاول يبدأ مجازف وهو يبدأ افتح الخطوط مع اعتقدش كابتن حلم هيعمل كده خالص. لان هو طبعه دايما مع كل الفرقة كده. متحفز بيعرف يكسب بيعرف ما يستيبش هدف في الاول. دفاعه على الفكرة عنده اربع منظمين كويس او وراء. الخلطات قليلة جدا. نص الملعب يعني ايه في ميزة ايما فريم متوازن جدا. اي. مع عكابة الحلم كمان زيما كان عادل تفضلوا الف الاول. الشكل تغير في كل حاجة. نتاجك ساعدة كويس جدا. دايما نتاجك كويسة. كل حاجة بعد كده ايه مجول محمد دهاني. اه مجول محمد. اه ده حلو او جول ده. كلمنا عليه كان حاجة جول حلو او. ممكن تغلطة لوحيدة اللي عملها حارسة المرمى. كان عالم امرأة متازة. اي. لكن زي بقول لك انا هو استغل العناصر الموجودة في امبي. المكاسب اللي قبل الكورونا بعد الكورونا زودته اوي. المركز الخامس بالنسبة الامبي مع بدايته في بداية الدوري. طبعا ده حاجة انجاز يحسب له. يحسب لكابتن حلم واكيد فريق امبي كله. لكن هو كابتن حلم اللي قدر يعمل الطفرة دي بالتزامه بطريقة لقبه. وهو على الفكر المدربين اللي بيحافز على ادق ادق تفاصيل في الملعب حتى في التمرين. صح. بيبضى في التمرين كتا اقول لك ان يحفزك. بيعرف يحفز دعيفته كويس اوي. بحب التزام اوي في الملعب. اوي عشان كي تحست في ريق امبي. فريق مثال انك تجي في جول بسرعة. اي. مثال ان هو نهار. لا. بيحافز على شكله. طول ما هو سفر سفر ما عندوش اي مشكلة. هيحاول يدايقك. هيحاول يقفل خطوطك كويس اوي. هيحاول يقفل الجناب بتاعتك النهاردة. هيحاول يقفل احسنين الشحاته على جينور اجيه. لان هو مش عايز الاتنين دول يبدأوا يتحركوا. لكن لو هيعملوا نفس الشغل اللي حصل لمورة السابقة ايمن. ان هما بيدخلوا جوة الحيط المساحات الفاضية. اعتقد بقى فيه مشكلة لفريق امبي. زي ما كان بيعمل آآ كهربا. واحسنين الشحاته هما كانوا بيسيبوا الاطراف بيخش جوة بيخطر جدا ما بيستلموا الكورة. وبيسيبوا الاطراف للباكين الجاب. ماشي ماشي. انا دي هكلم فيها مع كابتن محمد حتة الباكين الطرفة دي. اه كابتن مسامة اه فيه النهاردة طبعا العربي بدر واحمد فاتح. كابتن حلمي بيلعب على السرعات دايما. وبيلعب على المساحات الفاضية. وزي ما قال الكابتن عادل هو كابتن علاء ان هو ما بيغيش طريقة اللي بقى. هو كده على طول. حتى لو بيلعب آآ فرقة صغيرة. السرعات مع وجود العربي بدر في ناحية اليمين. وده مش مكانه. واحمد فاتحي. ولو ان هو مدافع جيد احمد فاتحي في اي حتة ورا. ولكن مش عادلته. هيمثل صعوبة على ناتي الاهلي. هم آآ كابتن حلمي فعلا بيلعب على السرعات. وتملي بيبقى بيلعب في الجزء اللي تحت نص الملعب. وبعدين بيعمل لعب صغير بين يعمل كرات عكسية للأطراف. انا معنا على الشاشة طريقة اللعب نادي الاهلي اربعة اتنين تلاتة واحد. وامبي اربعة تلاتة اتنين واحد. مزبوط. فهو بيعمل تجميع لعب في منطقة وبعدين يعمل آآ كرات عكسية بالذات البكين عنده صراع. علي فوزي وآآ كريم فؤاد. وكريم فؤاد انا من الناس اللاعب الكويسين اللي عجبيني يعني بيعب بكيني وبك شمال. اللاعب كويس صغير في السن. علي فوزي عنده صراعات كتيرة. برضو قعودة عنده صراعات. برضو. احمد علي يمكن مش فيه صراعات كبيرة بس مش هاكس. لكن هو بيلعب على الصراعات اللي في الاطراف. احمد فاتحي ما عندهش مشكلة. احمد فاتحي ما عندهش مشكلة. احمد فاتحي من اصعب المدافعين انك تلعب عليه واحد ضد واحد انك تعدي منه. في التغطيات جيد جدا. لكن هو مش اه ما بيهجمش ناحية الشمال كتير. يعني مش طبيعته. لكنه بيلعب سردباك متأخر. يعني بيلعب بك. اه يعني تالي. بيطلع بسيط في الشمال. فما فيش قلق منه. هو بس المشكلة هدي ما عنده عربي بدر. زي ما يوسف قال مش مركزه الاساسي. هو رجل ارتكاز اصلا. ولكن انا قلتلك وجهة نظر الشخصية. هو بيلعب هاني النهاردة. كان ممكن جدا يلعب هاني ناحية اليمين. بس هو بيلعب هاني النهاردة في جنب ايمن اشرف قلب الدفاع. لان هو في ذهنه يجربه او يشوق. او طبعا ايمن لعبها. ممكن يكون راجل مسيماني ما شافش. لكن احنا عارفين ان هاني في اوقات كتيرة. لما كان بيحصل عجز في قلب الدفاع. كان بيخش يلعب قلب قلب دفاع. فهو ممكن يكون بيجربه النهاردة جنب ايمن اشرف. ممكن يحصل بعض اللغبطة. بالذات عند العرب بدري انه صغير. مش مركزه. لكن نتمنى له التوفيق. لكن هيعاني شوية من سرعات كريم فؤاد ناحية اليمين. وتوني دليو. وحيانا محمود قعود غالبا بيلعب ناحية اليمين. يعني ما مميلش اوي ناحية الشمال. بس ممكن. لكن في معظم ثمانين تسعين في المائم اللي ناحية اليمين. اعتقد انه برضو عدم وجود شريف لانه سرعات كبيرة جدا. احمد ما عندوش ديت. يمكن لو كان في رأس الحربة كانت تبقى مشكلة شوية. لانه الاهل في بعض المشاكل شوية في الكورات اللي بتتلعب خلف المدافعين. يعني اللي هي في العمق خلف بالذات القلبية الدفاع. وشفناها في ماتش المقاولين بتعمل المشكلة شوية لما بيكون حد سريع. اي. فممكن دي بقى تبقى مشكلة لو قعود بيقطع لانه قعود سريع. او. بس احمد يتصايد الاخطاء في الجوة 18. اي وا احمد اخطر جوة 18. الكورات العرضية. لكن السرعات مش مش كبيرة عنه. اي اي. فانا شايف انه ممكن تبقى بس مشكلة بالنسبة للعرب من مقابلة كريم فؤاد لانه سريع ومتحرك كتير. وشوية علي فوزي بيلعب ناحية الطرف. لكن النادي الاهلي هو اللي هيبقى مبادر بالهجوم. وزي ما كلنا منتفقين ان الكابتن حلمي هيبقى متحفز ويلعب على مساحات فاضية في الجناب او كرات مرتدة او كده. كابتن حمد اه. النهاردة انا شايف ان احنا او ومن ناحية الشمال. طبعا الكورات العرضية. ايه اهم مفاتيح اللاعب النادي الاهلي في عدم وجود الاطراف في النهاردة الهجومية? هو طبعا لم يعني في الحالة اللي لو تحط محمد هاني باكرايت خلينا نشوف لما هنبدأ في المبرأة. لو تحط محمد هاني باكرايت يبقى عندك جبهة يمين كويسة جدا. هتقدر تشتغل على كريم فؤاد. هتقدر تشتغل على اه اه تونيا اه تونيا دي ليو. بالشكل اللي احنا قلناه. جرب عربي مبرح باكرايت ما عشتش. اه زي ما قالش. اه زي ما قالش. في حالة طبعا. في حالة الشكل ده. يبقى انت ما اعتقدش هيبقى عندك اطراف ملعب قوية. ممكن هيبقى عندك صلابة دفاعية ورا كويس قوي. يعني عندك احمد فاتحي مع ايمن اشرف. كويس. مع اه محمد هاني. وعربي بدر. يعني يمكن عربي شوية اللي ممكن اه التمركز وحيطة ان انا اغطي في قرات عكسية. خلي بالك فرية امبي بتحط القرات العكسية. يعني كريم فؤاد بيحط القرات عكسية. هبص ليه عامل القرات عكسية لامحمود قعود. محمود قعود كان في فترة من الفترات كان بلعب راس حربة. فهو دلوقتي بلعب تحت راس حربة. عندك كمان حميد ماو بيقدر يكمل في الحتة الهجومية مع احمد علي. احمد علي في حد نفس في حد ذاته من الفراو ده المميزين جدا. انا انا بشوف يعني احرز ستة اهداف مع امبي. احرز ستة اهداف مع امبي. في الدور الثاني بس. هو الجيمين بيراميدز. ما كانش بيشترك خالص مع بيراميدز. وبعدين الكابتن حلم طولان قدر ان هو يعني يرجع احمد علي تاني. ففي الدور الثاني بس هو احرز ستة اهداف. فانا اشايف معدلات كويسة جدا. الحتة الهجومية هتنفذها بجونيور اجيب وليد سليمان بحسين الشحات ومروان. واعتقد لو عربي اتقدم شوية رغم ان انا عارف السمات اللي بيقدي بيها عربي عربي من من نوعية الديفندرات اللي بيستحوز وبيقطع. يعني متشابه الى قدر كبير جدا مع اليو ديانج. وبالتالي مش هيبقى فيه الكسافة الهجومية. اتوقع كده. مش هيبقى فيه الكسافة الهجومية اللي احنا متوقع هنا. هيبقى شغل كله وليد سليمان مع حسين مع جونيور. اه تحت مروان. ما فيش اي تكملة. فيش اي عنصر مفاجأة. اه تكملة البكين مش هتبقى بالشكل المتوقع يعني. كيف نعدي لتوقعاتك لشرط الاول السنة دي? يعني هيبقى فيه تحفز من امبي. اه لعبوا زون من قريب يعني من دارة السنتر. وهيسيب للإستحواز الناد الاهلي. واعتقد النهاردة ممكن بقى فيه استحواز كويس ان فيه لعبة الناس اللي موجودة في خط الظهر بالكامل لعبة اطراف ولعبة نص ملعب. فهيبقى عندهم استحواز اكتر. هيبقى عندهم الكرة تلتع سليمة اكتر. اه المباراة تتوقف على يعني جونيور اجاييه. حسين الشحات وليد سليمان. الحركات السلاسي ده هو اللي هتفرق في المباراة. واعتقد وليد سليمان النهاردة هيبقى ليه دور كبير جدا انه يبقى قائد جوة الملعب. ممكن يصنع فرص كتير. الكور اللي هتبقى في ظهر ديفينس انبي هتبقى فيها مشكلة. وهتمنى ان يكون فيه لعب كتير في المنطقة دي يعني. ان شاء الله تبقى جيم كويس. يعني اعتقد الاهداف في المباراة دي هتيجي متأخر يعني. بازن الله كل التوفيير النادي الاهلي. هنروح لتعريم المباراة سريعا. ونواصل حديثنا مرة اخرى مع ديوفنا الكرام بعد نهاية الشوت الاول. ارجوكم انتظرونا.